يتحدث هذا الفيديو عن إثبات لنظرية فيثاغورس اكتشفه جيمس غارفيلد عام 1876 هذا الضلع أمامكم طوله B وهذا الضلع طوله A أما هذا الضلع أو وتر المثلث قائم الزاوية فطوله C وهذه إشارة الزاوية القائمة ما قام به غارفيلد هو أنه قلب ودور هذا المثلث القائم ليرسم مثلثاً قائماً آخر مطابقاً للمثلث الأول حيث يصبح الضلع B على نفس الخط مع الضلع A دون أن يتداخل ومن ثم الضلع A يشكل زاوية قائمة على الضلع B ومن ثم الضلع C بهذا الشكل والآن ما هي الضاوية بين هذين الضلعين؟ انظروا إلى المثلث الأصلي وسموا هذه الزاوية B فيتا كم يبلغ قياس الزاوية الواقعة بين الضلعين A و C؟ قياس فيتا زائد قياس هذه الزاوية يساوي 90 حيث أن مجموع قياس هاتين الزاويتين يساوي 90 وقياس الزاوية القائمة يساوي 90 فتحصلون على قياس الزاوية الداخلية للمثلث والتي تساوي 180 أي أن هذه الزاوية تساوي 90 ناقص ثيتا إذن هذان المثلثان متطابقان والزاوية ثيتا في المثلث الأول متناظرة مع هذه الزاوية في المثلث الثاني أي أن هذه الزاوية أيضاً تسمى ثيتا أما هذه الزاوية هنا تساوي 90 ناقص ثيتا وبما أن هذه الزاوية تساوي ثيتا وهذه 90 ناقص ثيتا فما قياس هذه الزاوية كما تعلمون فإن مجموع قياس الزاوية الثلاث يساوي 180 درجة أي لديكم ثيتا زائد 90 ناقص ثيتا زائد الزاوية المجهولة ويساوي 180 درجة اختصروا ثيتا مع ناقص ثيتا ولديكم 90 زائد الزاوية المجهولة يساوي 180 درجة اطرحوا 90 من الجانبين يبقى لديكم الزاوية المجهولة يساوي 90 درجة إذن هذه الزاوية قائمة والآن أكمل الشكل ليصبح شبه منحرف الضلع A موازي للضلع B في الأسفل وهذان الضلعان هنا يشكلان ضلعا واحدا من أطلاع شبه المنحرف ومن ثم سأرسم خطا يصل بين هاتين النقطتين يمكنكم التفكير في مساحة شبه المنحرف بطريقتين الطريقة الأولى يمكنكم حساب مساحة شبه المنحرف بالطريقة الاعتيادية والثانية يمكنكم حساب مساحته عبر جمع مساحات عناصره الداخلية اتبعوا الطريقة الأولى مساحة شبه المنحرف تساوي ارتفاع شبه منحرف ويساوي A زائد B ضرب نصف ضرب A زائد B إذن لتحصلوا على مساحة شبه المنحرف عليكم ضرب الارتفاع في متوسط مجموع الضلع العلوي والضلع السفلي الآن اتبعوا الطريقة الثانية وهي حساب مكونات شبه المنحرف أو في هذه الحالة حساب مساحات المثلثات الداخلية لديكم هنا مثلثان قائمان متطابقان ومساحة كل واحد منهما تساوي نصف ضرب A ضرب B وبما أنهما اثنان اضربوا المساحة باثنين أي اثنان ضرب نصف AB والآن احسبوا مساحة المثلث الكبير هنا مساحته تساوي نصف ضرب C ضرب C إذن زائد نصف ضرب C تربيع الآن بسطوا الحل إذن نصف ضرب A زائد B تربيع يساوي اثنان ضرب نصف ويساوي واحد فيصبح لديكم A ضرب B زائد نصف C تربيع اضربوا طرفي المعادلة باثنان فيبقى لديكم على الجانب الايسر A زائد B تربيع وعلى الجانب الايمن اثنان AB واثنان ضرب نصف في C تربيع يساوي C تربيع إذن زائد C تربيع والآن ما ناتج ضرب A زائد B في A زائد B الناتج هو A تربيع زائد اثنان AB زائد B تربيع أما الجانب الايمن فسيبقى كما هو كيف يمكنكم تبسيط هذه المعادلة؟ ماذا يمكنكم أن تطرحوا من كلا الجانبين؟ لديكم اثنان AB على الطرف الايسر واثنان AB على الطرف الايمن أيضاً إذن اطرحوا اثنان AB من الطرفين ويبقى لديكم نظرية في ثغورس A تربيع زائد B تربيع يساوي C تربيع